يومنا نحن نتواجد في المستشفى القرب المدينة المدينة التي تم إحداث جيلو مؤخرا والتي وصلت للنسبة للفاقة للأشغال جيلو أزيد من 90% ويتعد هذا من أكبر المستشفيات بإقليم شيشاوها والتي نعرف أن المستشفى هذا يضم أزيد من 45 سرير كذلك مستودع للأموات وقاعة لعمليات الجراحية وكذلك قاعة لعمليات الجراحية خاصة بالعظام لأنه نعرف حواجز التي ترى أنها في طرق المدينة وكذلك خارج المدينة التي ستتوفدون الناس الحالة ستبدأون جول للمستشفى لتعالجهم وكذلك المرأة المغربية وخاصة المرأة الإيمين تانوتية التي إن شاء الله تفرع هنا على أزيد من السبعات للقاعة الولادة كذلك مطبخ ومرافق صحية كذلك المصاعد التي هي خاصة بالمرضى والأطر الطبية وكذلك مصاعد خاصة بالمرتفقين كذلك قاعة المستعجلات قاعة العمليات الصيدلية مزودة بمبرد لتخزين الأجوية وقاعات خاصة بالأجوية وكذلك تم تعبيد طريق التي ستسلق لنا والتي ستسهلنا للمستشفى للمشروع هذا وهذا يشوف النور من الشهر إن شاء الله ربعا لهم وكاتر إن شاء الله ستتم الإفتتاح ذلك وفي الحقيقة المستشفى هذا نكيب اليابي أنه سننسب الناس التي هي مجاورة والتي تأخذ واحد لعناء ولكن تحنى الناس اللهم والناس اللهم 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 ونحن نتفعله خير والحمد لله خير اللي غادي يكون فيه لنا وغادي يتحيد علنا شحان من عانا وشحان من حاجة وغادي يكون قريب لنا حدات جورنا وكل شيء هذا هو اللي كنشوفان هي بأنه حاجة مزيانة لنا ولمدينة وكل شيء وكل شيء والتال هدى الناس المجاورة الدواوير المجاورة والدوائر المجاورة الإيمين تنسى الجامعة المجاورة تاير غادي تستفيد منه اشتركوا في القناة